عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع القبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية على أن تكون المناقشات بتجرد وحياد يأتي ذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتلبية لاحتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية فضلا عن وضع تصور لمناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولوضعها على طولة أولويات جلسات الحوار اشتركوا في القناة